نكمل ان شاء الله نارضة مع بعض ان جاجع الجزء اللي اخدناه الحصة اللي فاتت وناخد جزء جديد. عشان الناس الجديدة معنا ممكن بس نسمع الفيديو وباقي الناس تكون دخلت. ام اس اكاديمي. اتعلم صاحب المكان الصحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن اماس اكاديمي. والنظام الخاص بالاكاديمي. اماس اكاديمي مدرسة اونلاين تدريس المنهج المصري سواء عربي او لغات. جميع المراحل من حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لنا على التوالي في التدريس اونلاين. مدرسين خبراتهم لا تقل عن خمستاشر سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن عشر سنوات المرحلة الاعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل. واضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. وان شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الالمانية. بالاضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية. كالعبودية والحق والامانة والعدل والحرية. بقى الويبسايت الخاص بينا. تقدر عن طريقه تعرف الاسعار الخاصة بينا. وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. بمنصة اميس اكاديمي الخاصة بينا. عليها الواجبات اليومية. عليها الاختبارات الاسبوعية. على ما تم دراسته في نهاية كل اسبوع. وايضا في نهاية كل شهر. في اختبار ورقي واختبار اخر الالكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار ابناؤنا طلاب الحضور في مصر. الاختبار الالكتروني بيكون زي اختبار ابناؤنا في الخارج طلاب السفارة. عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعا. النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول. زي الجدول الواضح قدام حضرتكو لجميع المراحل. شغلي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة او الثانية ظهرا. ومنسناش طبعا طلاب المصاري. برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد. من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء. وحارسين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة امس اكاديمي على الفيسبوك تقدر تشوف ريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص اماس اكاديمي. جميعا تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشيطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. نسعرنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معنا. افضل استثمار في تعليم اولادك ان شاء الله هتلاقيه في امس اكاديمي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده يا سنة خمسة نجا يجع اللي احنا اخدنا الحصة اللي فاتت سريعا وناخد جزء جديد مع بعض. كنا الحصة اللي فاتت تتكلمنا عن ايه? الحصة اللي فاتت كلها الدرس التاني كان عبارة عن تجربتين. وفهمنا من التجربتين دول الاحتياجات الاساسية للنبات. طيب عرفنا اول معلومة ايه? عرفنا ان التربة ليست من الاحتياجات الاساسية للنبات. ايه يا مست اللي انت بتقولي ده? التربة ليست من الاحتياجات الاساسية للنبات? ايه التربة ليست من الاحتياجات الاساسية للنبات. ليه طيب? لان احنا لما عملنا تجربة الحصة اللي فاتت وزرعنا نبات في تربة ونبات تاني حطناه في المنزيل او المنشفة الورقية لإن النبات هينمو في الحالتين هينمو في الطربة وهينمو في المنشفة الورقية المناديم مثلا أو الأقل هينمو في الاتنين فمعنى كده إن الطربة ليست من الاحتياجات الأساسية لإن النبات كان عنده قدرة ينمو في المنشفة الورقية وكمان في الطربة هو أيوة إحنا متفققين إن هو مش بيكون بنفس الجودة وإن جودة النبات في الطربة بتكون أعلى بس التربة ليست من احتيجة تأسي لان النبات برضو بينمو في المنشفة الورقية اي ومش بيكون بنفس الجودة بس هو بينمو في المنشفة الورقية عادي طب هو ليه يمس مش نفس الجودة ليه جودة النبات اللي في التربة اعلى شوية طبيعي لان التربة دي فيها معادن ماشي وفيها اي وصح فيها معادن فيها نصر غزائية مهمة بتغزي النبات فعشان كده جودته افضل على عكس المنشفة الورقية ما فيهاش الكلام ده ما فيهاش عناصر غزائية مهمة بس دي نقطة خدناها لحصة اللي فاتت اللي هي موضوع التربة وعرفنا حاجة كمان لحصة اللي فاتت عرفنا ان ضوء الشمس حبيبة محمد تقولي ضوء الشمس من الاحتياجات الاساسية ولا ليس من الاحتياجات الاساسية هيا حبيبة محمد ضوء الشمس يا حبيب افتحي المايك يا حبيب ضوء الشمس هل هو من الاحتياج الاساسي للنبات ولا ليست من الاحتياجات الاساسية للنبات ضوء الشمس من الاحتياج الاساسي للنبات ضوء الشمس ده احتياج الاساسي للنبات بدون ضوء الشمس النبات هيزبل ويموت والاوراق بتاعته تكون صفرة وشوفنا الحصة اللي فاتت الفرق بين النبات اللي هينمو في الظلام هذيلا ضعيفا أوراق لونها أصفل بيينمو في شكل بطيء جدا وهيموت ويزبل في النهيه هيدبل كده ويموت طيب تحلي بقى النهاردة نتعرف على ايه الجزء الثاني ممتع كده وجميل في النبات هنتكلم يا سنة خمسة عن الأجزاء الرئيسية في النبات زي ما احنا كده جسم الإنسان عنده أجزاء رئيسية عنده ججلين عنده إيدين عنده جوصه ده شكل الإنسان ده الأجزاء اللي موجودة فيه النبات هو كمان ليه شكل بس شكل مختلف عننا طبعا عنده أجزاء رئيسية عنده ايه النبات؟ النبات الأجزاء الرئيسية اللي فيه الموجودة في كل النبات عنده جذور عنده ساق عنده أوراق بقى زي ما انت لك شكل محدد كده وعندك رجل وشعر وإيد وراس هو كامل لي شكله وعنده الأجزاء الرئيسية اللي بتكون منه ايه طيب الأجزاء الرئيسية اللي بتكون منها النبات بتكون من ايه سنة خمسة جزور ساق او راو اه كل النباتات هتلاقي فيها الكلام ده دي أجزاء الرئيسية بتكون متشابهة فيها هنمسك كل واحدة فيهم يا سنة خمسة وندرسها هنمسك الجزور وندرسها ونمسك السيط وندرسها ونمسك الأوراق وهكذا تعال نبدأ بمين النهاردة في الجزور قبل ما ابدأ كده في الجزور هسأل سؤال الجزور دي يا سنة خمسة هل انت بتشوفها بعينك ولا هي موجودة تحت الطربة يا فعلا موجودة تحت الطربة يا سنة خمسة الجزور دي انا مش بشوفها بعيني دي دخلة في الطربة من جوة فدي اول حاجة انا عرفتها عنهم تب تحالي بقى نشوف وظيفة الجزور دي اللي جوة الطربة ودخلة في اعماق الطربة من جوة بتعمل ايه قالك اول وظيفة لها ان هي بتثبت النبات في الطربة خلي بالك لو جم شوية هوا قوية شوية رياح قوية عاصفة ممكن تطير النبات من مكان بس وجود الجذور بتخلي نبات ايه ثابت في مكان ومش بتحرك بسهولة يبقى دي اول وظيفة للجذور ان هي ايه بتثبت النبات في الطربة تثبت النبات جوه الطربة عشان لما دي جعاصفة ما يترشل نبات يبقى تثبيت النبات في الطربة حاجة كمان مهمة انا كنت قلتلك ان الجذور دي جوه الطربة طبما ان هي جوه الطربة فهي اللي بتنطص الميا والعناصر الغذائية المهمة اللي موجودة في الطربة مش الجذور دي موجودة في اعماك والطربة ودخلة في الطربة ايه يبقى هي اللي بتنطص الميا من الطربة وبتمطص المعادن والعناصر الغذائية يبقى الجذور ليها وظفتين اهم من بعض وهيتكرروا كتير جدا معي اول حاجة الجذور يا مس يلا عايز الناس تحفظ معي عشان هندي بالاسلامة وخلي الناس تقول اول حاجة للجذور بتثبت النبات في الطربة عشان ما تجيش عاصطفها كده وتطير النبات لا الجذور بتثبتها في الطربة يبقى تثبيت النبات في الطربة تاني حاجة بتعمل ايه هي مش موجودة وخلاص كده جوا الطربة دي بتمطص الماء والعناصر الغذائية من الطربة انا هرغمض عيني دلوقتي واقولهم لوحدي وظفت الجذور يا مس وظفت الجذور بتثبت النبات في الطربة وبتمطص الماء والعناصر الغذائية من الطربة انا كنت مغمض عيني وقلتهم يبقى دي وظفت الجذور حاجة كده معلومة بسيطة هضفها لك بمناسبة الجذور لو انت بصيت على الجذور كده سنة خمسة هتبص لتلاقي الجذور دي طالع مينها حاجات كده بص بصها لبقسمها ايه طالع مينها حاجات شبه الشعر كده امتدادات او زوائد كده طالع منها يعني الجذر مش بيبقى عامل كده بس لا ده بيبقى طالع منه زوائد كده حاجات شبه الشعر طالع منه اهي دي بتسميها ايه سنة خمسة دي دي بنسميها شعيرات جذرية زي شعر كده طالع من الجذور اسمه ايه شعيرات جذرية دي حاجات كده زوائد شبه الشعر موجودة على الجذور اسمها شعيرات جذرية اول سؤال هيجي في بالنا كلنا دلوقتي بيعمل ايه وظيفته ايه انا مش فهمه وظيفته ايه الشعيرات الجذرية دي عارف الشعيرات الجذرية دي ممتدة لمسافات كبيرة في الطربة من تحت لما كل الجذرية ده اهو يطلع منه شعيرات يطلع منها شعيرات فتلاقي ان هي ممتدة لمسافات كبيرة في الطربة فتلاقي ان هي ايه بتزود من كمية انتصاص الماء تنتص كمية مية اكبر وتنتص معاد وعناص غذائية اكتر ثم ده كلام بديه وطبيعي مثل الشعيرات الجذرية دي ممتدة لمسافات بعيدة في الطربة من تحت فبتجمع لكمية مية اكبر من الطربة فبتمتص عناص غذائية اكبر من الطربة يبقى مفيدة للنبات طبعا بتزود من كمية انتصاص النبات للماء وبتزود من كمية انتصاص لعناص غذائية وتنقولها بقى للجذور تاني تاني بقى عشان ما تلربطش انا دلوقتي عرفت ان النباتات لها اجزاء رئيسية بتتكون منها زي ما انت عندك رجل وايديك وراس وشعر النباتة عنده اجزاء رئيسية بتكون منها ساف جذور اوراق قلتلك هنمسك كل واحدة ونتكلم عنها مسكنا اول حاجة سنة خامسة الجذور مالها الجذور اول معلومة عرفتها ان هي اسفل التربة ليها وظفتين اهم من بعض تثبيت النبات في التربة امتصاص الماء والعناصر غذائية من التربة لو بصت يا مسا على الجذور دي وبصت الاقي شوية شعر كده طالعين منها زوائد كده بنسميها شعيرات جذرية ممتدة المسافات كبيرة تعمل ايه؟ بتساعد النبات ان هو يمتص كمية مية اكبر يبقى بتزود من كمية امتصاص الماء وبتزود من كمية امتصاص العناصر الغذائية بس خلي بالك الشعيرات الجذرية دي مهمة 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 جيب لك يقول لك ايه وظيفة الشعيرات الجذرية دي؟ بتزود كمية امتصاص الماء وبتزود كمية امتصاص العناصر الغذائية اللي هي المعادة في حد مش فاهم الجذور سنة حمصر تبقى انا كل اللي قلتو عشان الناس اللي مش فاهموا كل اللي قلتو ايه موش حاجة صعبة انا قلتو الجذور الجذور دي موجودة في النباتات اسفل التربة انا مش بشوفه طب بتعمل ايه ميس تحت التربة؟ هي اللي مسبتة النبات في التربة عشان ما يجيش شوية رياحه ويطياره النبات من مكانه لا دي فيه جذور مسبتان كمان الجذور اللي اسفل التربة دي مش موجودة كده وخلاص لا دي بتمتص الماء من التربة وبتمتص العناصر الغذائية من التربة اللي بتغذي النبات فلما يسألك وظيفة الجذور ايه؟ تقول له تثبيت النبات في التربة ومتصاص الماء والعناصر الغذائية الجذور دي بصينا عليها سنة خمسة لقينا طلع منها حاجات شبه الشعر كده زوائد شبه الشعر اهي طلعا من الجذور طب ايه مست وظيفتها دي؟ دي بتزود كمية المتصاص الماء بتخلي النبات يمتص كمية الماء اكبر بتزود كمية المتصاص العناصر الغذائية تخلي النبات يمتص معادن اكتر ويمتص عناصر الغذائية اكتر تمام؟ يبقى دي وظيفة الجذور وظيفة الجذور ثبت النبات في التربة امتصاص الماء والعناصر الغذائية ممكن ناسأل سنة خمسة؟ مين شطو كده؟ يغمد عينه؟ ويقول لي وظيفة الجذور هاي مين جاهز كده يفتح الكامية ويغمد عينه ويقول لي وظيفة الجذور ايه؟ عرفك زي ما هو فهمها؟ انا مش بحفظها انا كمان انا معرفش احفظها انا بقول زي ما انا فهمها هاي مين عنده استعداد يعمل كده؟ قاسر عمر تفضل يا قاسر يلا يا قاسر افتح المايك انت اقفل المايك خلي بالك اهميتها انها تثبت الجذوق تثبت النبات في التربة وتمتصر عناصر غذائية والماء انتضب عليك يا قاسر ممتاز شطوي يا قاسر طيب احمد السيد سؤال تاني الى احمد السيد ممكن يا احمد افتح المايك يا احمد سوية قفل بالمغي المقصر ممكن تغمد عينك يا احمد وتقول لي وظيفة الشعيرات الجذرية الشعيرات الجذرية بتمتص الماء والمعادن برضو بس اكتر وبتثبتها برضو وبتمتص الميا والمعادن بس اكتر وهي بتفيد النبات رضي عليك عايف ممكن تقول ايه؟ بتزود كمية تمتص الماء والعناصر غذائية شاطر انت كان قصدك تقول ان هي بتمتص الميا والعناصر غذائية بصورة اكبر صاحب رفو عليك شاطر احمد نعرف ان في ناس كتير عندها استعداد تقول ماش نسأل حد كمان وننقل علي بعدها بين البنات عايزين بنت كده ماريم اسلام افتحي كده الكاميرا والمايك وقولي لي وظيفة الجذور ماذا؟ اللي هي شعاية الدين؟ اللي هي still me لا وظيفة الجذور مش مش شعاية الجذرية الجذور تعمل ايه؟ ماذا؟ اا تزبيت النبات dei البضل ايوة ايه كمان؟ مت متص ايه؟ 単 ماذا؟ احادي افتحيك المايك اهو ملاشي ميس فس انا عندي صوت لا عادي ولا يهمك تمتصت ايه بقى الجذور من التربة في عناصر غزائية في التربة ويه كمان وما تعال حاجاتي ميس تمتصت اللي عناصر غزائية تمتصت حاجة تانية تمتصت حاجة تانية تمتص بتاخد ايه من التربة بتاخد ايه من التربة مية ايه وبست كده مية والعناصر غزائية شطور طيب يبقى انا كده خلصت الجذور معلش اللي محضرش الجذور معانا ممكن يبقى يسمع التسجيل انا الناس دلحست بعدها ان شاء الله مباشرة تانية فيبقى يسمع التسجيل لان انا الجذور دي عدتها بتاع تلات مرات يبقى انا خلصت الجذور هبدأ بعد كده في ايه ستنة خمسة هبدأ في الساق المايك مقفولة عند كل الناس يا سنة خمسة عشان بس نعرف نسمع بعض كويس هبدأ بعد كده في الساق يلا نفهم الساق دي مع بعض وتعمل ايه الساق فيها كلام كتيج شوية نحاول نفهمها سوا ما لها الساق دي ايه هو وظيفة الساق دي سنة خمسة عارفين الشجرة دي الشجرة اهي فين الساق بالضبط عشان مش عارف هو فين اهو ده الساق عارف لما بقى معاك مثلا وردة كده اهي دي وردة مثلا كده فين الساق اهي اللي بتاع المستقيمة الطويلة دي هي دي الساق عاك فين العنب العنب لما بتيجي تقطع العنب من مكان هكده المكان اللي انت بتقطع في العنب منه بتاخد العنب منه ده هو ده الساق مش العنب بتبقى كده اهي بتاع لونها كده زي الخشق اهي كده يبقى طالع منها العنب اهو العنب ثم انت تمسك العنب تشدها عشان تاكلها انت شدتها منين دي الوقتي من الساق بتاعها هو ده الساق طيب تعال نشوف بقى وظيفة الساق ايه أذاك تركز معي الساق هو الجزء الداعم في النبات عارف كده هو الجزء اللي بيدعم النبات وبيخلي النبات واقف كده يبقى الساق خلي بالك عشان ديت تجي في قصة كتير مين هو الجزء اللي بيدعم النبات ويوقفه كده الساق الساق هو الجزء الداعم في النبات هو اللي بيدعم النبات يبقى دي أول حاجة نحاول نحفظه مساور الساق هو الجزء الداعم اللي بيدعم النبات هو اللي واقف جنب النبات بيدعمهم يبقى الساق هو الجزء الداعم في النبات ايه كمان بصت بقى الوظيفة دي انت حرفت من شوية ان الجزور اللي موجودة تحت الطربة هاي اللي بتاخد المسا والمعادن والايه ايه اول جذور كل ما تكبر وتدخن بتفيد النبات اكتر كل ما تكبر وتمتد المسافات اكبر في الطربة ايه بتكون مفيدة اكبر لان هي بتمتص ميا والزوط لما تكبر وتدخن وتدخن هي اللي بيحصل للجزور ايه يا احمد إن الجزور بتمتد المسافات أكبر تحت الأرض أنت على الجزور اللي كانت هنا أهي الساق مالها الساق بقى يبقى الساق هي الجزء الداعم في النبات بصت بقى الوظيفة التانية دي أنا كنت أقلت لك من شوية إن الجزور اللي أركز معي عشان تفهم كنت أقلت لك من شوية إن الجزور اللي تحته تربة هي اللي بتمتص الميا والمعادن طب بعد ما الجزور يمس امتصت الميا والمعادن هل هتفضل الميا والمعادن جوه الجزور مش هتوصل للنبات فوق مش هتوصل للأوراق والنبات فوق لا لازم هتوصل مين هيوصلت أنا مش عايز مين اللي هيطلح ويوصلت هنا بقى هيجي دور الساق الساق كأنه كبري كده هو اللي هياخد الميا والمعادن من الجزور ويوصلها فوق لباقي أجزاء النبات تاني بقى احنا اتفقنا سوا من شوية إن الجزور موجودة تحت التربة تنتص الميا والمعادن من التربة طب خلاص الجزور انتصت فعلا يا مثل الميا والمعادن هتبدأ للميا والمعادن جوه الجزور مش هتوصل لباقي النبات لا هتوصل مين ه 해�وصلها الكبري بتاعنا اللي احنا هنسميه الساق الساق ده عبارة عن ايه الشكله ايه من جوة الساق عبارة عن قنابيب الساق ده عشان تعرف تتخيله ده الساق مثلا اهو ده الساق بتاع الشجرة عبارة عن ايه من جوه عبارة عن قنابيب بتمر فيها الميا والمعادن عشان توصل للنبيت الأنابيب دي سميناها باسم بده ما نقول أنابيب كده لا احنا سميناها باسم سميناها بالأوعية سميناها بايه بالأوعية هقول الحتة دي تاين يبقى الساب الساب هو الجزء اللي بيدعم النبات دي معلومة ممكن نكون بنعديها كده وإحنا مش واخدين بنا بس بتيجيك تيك في الأسئلة من هو الجزء الداعم للنبات اللي بيدعم النبات الساب في وظيفة مهمة تانية قوي مهمة جدا للساب بيعمل ايه أنا كنت قلت لك من شوية إن الجزء بتمتص الميا والمعادن طب هل الميا والمعادن هتقعد في الجزء تحت بعد ما الجزء متصتها هل هتفضل موجودة تحت في الجزء طب دي بقى النبات تستفديه كده ما استفدش حاجة الميا والمعادن دي عايزة توصل لباقي أجزاء النبات فوق هتمشي فين عشان توصل في الكبري بتاعها عشان يوصلهم اللي هو مين الكبري بتاعها ده الساق الساق ده لو بصيت جواه هتلاقي إنه عبارة عن أنابيب من جوا إحنا كده بنعتبرها مع بعض كوبري كده بيعدي عبارة عن أنابيب من جوا الساق يقوم يمشي فيها الميا والمعادن ياخدها من الجزء تحت ويطلع بيها بقى لنباقي أجزاء النبات الأنابيب دي أطلقنا عليها اسم تاني قلنا عليها أوعير تمام يبقى دي الساق أنا دلوقتي عشان نسلسة داخلها أنا بتكلم عن الساق الساق هي الجزء الداعم في النبات الساق قلتلك كده احنا بنقول علي إيه كأنه كبري بيعمل إيه؟ بياخد الميا والمعادن من الجزور ويمشي بيها ويوصلها لباقي أجزاء النبات فوق لو بصيت جوا الساق هتلاقي نوع برعاً أنابيب بتمر فيها الميا والمعادن بنسميها بالأوعية يلا بعشان نعرف نقول أهمية الساق ونغمض عينين الساق هي الجزء الداعم في النبات بتنقل الماء والعناصر الغذائية لكل أجزاء النبات من خلال الأنابيب تاني تاني يبقى الساق هي الجزء الداعم في النبات الساق هي الجزء الداعم في النبات بتنقل الماء والعناصر الغذائية لباقي أجزاء النبات أو لكل أجزاء النبات من خلال الأنابيب مين شاطر يعرف يقول مين؟ معكم دقيقة كده بصوا فيهم؟ أهي هي الجزء الداعم في النبات بتنقل الماء والعناصر الغذائية لكل أجزاء النبات مين يقدر يقولهم؟ بس يفتح الكاميرا كده ويغمد عنه ويورينا هو بيقول معايز فوزي معايز يلا يا معايز جاهز يا معايز تقولي وظيف تستمع لا مش معايز يا ميش مح أحمن ميش بس معايز يلا يا نحن ننقل الماء والعناصر الغذائية لكل أجزاء النبات وهو الجزء الداعم وهو الجزء الداعم في النبات اضع عليك يا أحمد شاطر ممكن اسمع قسيل؟ لا ميش أنا أحمد هو معايز هو اللي كان بيجاوب معايز هو اللي كان بيجاوب ايه ده؟ اه يا أحمد ما نعرف انت أحمد ميش هو معايز اللي كان بيجاوب بس هو اسمه أحمد بس مش معايز صاح كده؟ لو كاتب مائز اندفعت اندفت اندفتحت المائز لناعنا وهو ميش يعني مين اللي تكلم مجاوب؟ معايز ولا أحمد؟ لا استنى بقى يا احمد انت جاوبت يا احمد استنى. طيب كنت عايزة مين اسيل? فين اسيل? راحت فين اسيل? لا هي اهي. قولي اسيل. انا اقول الساق. هو الجزء من الداعم في النبات تعتبر من العناصر الغذائية. بيعمل ايه? بينقل? اه بين بين الماء والعناصر? بين الماء والعناصر الغذائية تسمى الاوعي. ماشي. بينقل الماء والعناصر الغذائية كل اجزاء النبات من خلال الاوعية. طيب قولي يا دارين. مش نفتح الكامرة يا سنة خمسة احنا بنقول. هو الجزء الداعم للنبات. وهو يعني هو اللي بيوصل الغذاء والماء للنبات كل. ماشي. يكون بنقل الماء والعناصر الغذائية لكل اجزاء النبات. في ناس كتير رفعة قدية والله نفس اسمعكم كلكم بس وقت الحصة بشيء كاف. طيب. اه نقول حاجة تانية عشان نسأل بات. يبقى ده الساق. احنا فهمنا الساق. قالك ان الساق يا سنة خمسة ركز عشان دي فيها اسئلة كتير بقى. ونحاول نسأل عدد كبير. الساق ليه اشكال مختلف. ايه مس الساق في منه اشكال. اه ساق في منه اشكال. في ساق يا سنة خمسة. سنة خمسة ايه. بص انا معي مسلا وردة زي كده اهي. نعتبر ان دي وردة. وفيها ساق. اهي كده. عارف الساق بتاع الوردة دي اسمه ايه? اسمه ساق رأسية مستقيمة. ساق رأسية مستقيمة. يبقى خلي بالك انا دلوقتي بكلمك عن ايه عشان تكون فاهم? انا بقولك ان الساق ده ليه اشكال مختلفة. مش كلهم نفس الشكل. لا. فيه اشكال مختلفة منه. اول شكل باخده معيك? ان الساق بيكون واقف كده. واقف مستقيم رأسي. ده موجود فين طيب يا مس? موجود في الازهار. تعال انا وريك شكله بشكل اوضح كده. اجيب لك صوته. واقفة واحدة بس. يلا نشوف ساق رأسية المستقيمة. لاحظة موجود الشيسة انا فامسة. لا موجود الشيسة انا فامسة كده. طيب ممكن نشوف دي اهي بصده كده. دي الساق رأسي المستقيمة. بصوا اقفة ازاي المستقيمة اهي. ساق رأسية مستقيمة دي موجودة في معظم الازهار. معظم الازهار او الواجد كده تلاقي ان فيه الساق بتاعته بتكون رأسية مستقيما. ولو انا احاول اشوف لك صورة اوضح بصور مضايعة شو وقت الحسة. دي صور تاني اوضح. صورة الظهرة كده صورة الوردة والساق بتاعيتها رأسية مستقيمة وقفة كده. يبقى دي استيقان اول شكل من استيقان خدناه. اللي هي بتكون رأسية وقفة كده مستقيمة. طيب تاني شكل للساق. تعال نشوف شكلتين. هي الساق الخشبية. ساق عبارة عن خشب. الليه تاعت مين طبعا كل انا عكسينها? تاعت الاشجار. الجزة ده تاعت شجرة هو. دي سيقان خشبية. خشب. عبارة عن خشب الساق. مش احنا بقول لها الجزء ده ان هو خشب? ما هي ده الخشب. ده ساق خشبية. ساق من الخشب. الليه الجزعة بتاع الاشجار او الشجيرات. دي ساق خشبية. خلي بالك مفيش انتحامش بيجي في الجزء ده. يبقى اول سيقان عرف ديها. اول شكل منها. اللي بيكون في الورد والازهار. الساق بتاعته وقفة كده. مستقيمة رأسية. ده موجودة في الازهار. في شكل تاني من الساق. بيكون سيقان خشبية. خشب. ده اللي موجود في الاشجار. الجزوع بتاعت الاشجار والشجيرات. في سيقان تاني عرفينا على فكرة كلنا. السيقان بتاعت نبات العنب. استنى جيب لك سورتها كده. العنب اللي احنا بنكل. بصد كده اهي. ده صورة تكون واضحة. دي اهي بصد كده شعور لك عليها. اهي. شايف الساق دي? اللي انا عامل عليها بالازرق اهي. دي الساق بتاعت نبات العنب. بتكون ايه? نوحة ايه السيقان دي? قالك ان دي سيقان متسلقة. متسلقة. دي اسمها السيقان متسلقة. شايف شكلها? اهي. اسمها السيقان متسلقة. تتسلق. اسمها سيقان متسلقة. اهي شكلها. بصد كده. اللي دي اسمها السيقان ايه؟ متسلقة. هل هي بتكون رأسية مستقيمة وقفة كده زي الازرق التانية؟ لا. دي اسمها ايه؟ سيقان متسلقة. موجودة في ايه؟ في نبات العنب. سيقان متسلقة موجودة في نبات العنب. يبقى انا عرفت ثلاث اشكال. اول واحدة الرأسية المستقيمة الوقفة كده. دي في الازهار او في الورد اللي احنا بنشوف. بيبقى السيقان رأسية مستقيمة. في سيقان خشبية من الخشب. دي موجودة فين؟ في الاشجار. في جزوع الاشجار والشجيرات. اهي. السيقان المتسلقة افتكاها بالعنب. زي نبات العنب. في حاجة تانية اسمها. الدرانات. خلي بالك. انت طول الوقت عارف ان السيقان انت بتشوفها بعينك. لان هي فوق التربة. الجزور بس هي اللي بتبقى تحت التربة مش بشوفها. لكن السيقان فوق التربة انا بشوفها يا مسل. معادة في نوع كده من السيقان اسمه الدرانات. دي بتبقى تحت التربة. جوه التربة. ما بتبقاش فوق. يعني اغلب السيقان اللي انت شايفها دي بتبقى فوق التربة بنشوفها بعينين. لكن في نوع من السيقان اسمها الدرانات. دي بتبقى تحت التربة. دي اللي موجودة فين يا سنة خمسة. اللي موجودة في نبات البطاطس. عشان كده تجيب البطاطس يبقى كلها طين من بره. لان هي اصلا بتنمو جوه التربة. السيقان بتاعتها جوه التربة. فاشان كده بتلاقيها كلها طين من التربة. اسمها الدرانات. السيقان نبات البطاطس اسمها الدرانات. لحظة اجيب لك صورة ليها. بص الصورة اللي وابحة كويس ده اهي. بص كده. السيقان بتاعتها تحت التربة اهي. بص الصورة كمان اهي. السيقان بتاعتها بتبقى تحت التربة. اسمها الدرانات. اهي. بص شكلها. اهي. السيقان بتاعتها تحت التربة. اسمها الدرانات. يبقى احنا بنعرف مع بعض اشكال مختلفة للسيقان. عرفنا ان السيقان متسلقة زي نبات العنب بيتسلق نبات العنب. الدرانات دي بتاعت نبات البطاطس. رأسية مستقيمة بتاع الورد والازهار الحلوة دي اللي بنشوف. خشبية بتاعت الشجر. لازم كل واحدة تعرفها بالامثلة بتاعتها. اخر السيقان هنفتم بها السيقان دي. هي السيقان ايه؟ اخر حاجة نفتم بها في موضوع الساق يعني. الساق المدادة. بص بص كده من اسمها. مدادة. يعني مدادة كده و نايمة شوية. اسمها الساق المدادة. طول الوقت تلاقيها نايمة. ايه الساق المدادة دي؟ مدادة يعني تمتد على سطح الارض. نايمة كده على سطح الارض. بص كده شكلها هنا لو ركس وجوات حالية غير دي. دي السيقان المدادة هي. شايف الساق؟ بص بص شايف الساق كده يا سانة حامسة؟ نايمة كده على سطح الارض. تنايم كده على سطح الارض. عشان تكون نباتات جديدة. تنايم كده و كل مرة يطلع منها نبات جديدة اهي. دي اسمها سقان مدادة يعني نايمة على سطح الأرض ممتدة على سطح الأرض عشان تكون نباتات جديدة طب مين هي النباتات اللي بتكون مدادة السقان بتاعتها مدادة الفراولة نباتة الفراولة السقان بتاعته مدادة حاول نشوفها كده صورة دي جميلة وواضحة بصوا كده شايفين دي اهي دي سقان نباتة الفراولة بص دي نباتة الفراولة السقان بتاعته بص ماشي ازاي هشور عليه هناه بص بص مدادة ازاي نايمة نايمة بتمتدة على سطح الأرض اهي اسمها السقان ايه مدادة لي بتاعت نباتة الفراولة اهي بصوا شكلها هنا ممتدة على سطح الأرض دي سقان بتاعت نباتة ايه الفراولة هي بتبقى سقان مدادة يبقى دي سقان بتاعت نباتة الفراولة ماشي يا ماجي نكمل بقى نقولهم تاني كده بقى عشان نجمعهم مساوي سنة خمسة نمسح كل اللي احنا عاملينه اه احنا بنتكلم على السقان قلنا ان السقان دي في منها اشكال مختلفة مش كلها نفس الشكل نجمعهم مساوي عشان نهازت ألفين كلهم في سقان رقصية مستقيمة وقفة كده مستقيمة دي بتبقى في الأزهار يا ميس وفي سقان خشبية بتبقى من الخشب دي موجودة في الأشجار طب في سقان بتكون مدادة ممتدة على سطح الأرض نايل ما كده شوية دي نباتة الفراولة في سقان متسلقة متتسلقة زي مين نباتة العنب في الدرانات دي سقان بتبقى تحت الأرض اللي هي البطاطس ممكن دي ام بص فيهم كلهم عشان هسأل فيهم واللي هيجاوجني يكون فتح الكاميرا يا سنة خاصة اعرف كل واحدة بالمثال بتاعها متسلقة زي مين درانات زي مين مدادة زي مين طيب اوكي نسأل بقى ألاق محمد عبدال ودي لي يا ألاق سباح الماء نعم يا بس طيب يا ألاق آآ نباتة الفراولة ممكن تقوليه السق بتاعته ايه سق متمددة برافا عليك سق مددة صحي ألاق ممكن أسأل مفايدة مالي آآ قليبي يا جفايدة الساق المتسلقة الساق المتسلقة موجودة في نبات ايه آآ قليبي يا جفايدة انا جفا عليك طيب يا محمد النحيس فين محمد النحيس كان موجود دلوقتي هو محمد يلا يا محمد دوبت قبل كده يا جفايدة نعم دوبت قبل كده ماشي قولي يا محمد نعم يا محمد الأزهار يا محمد الساقب بتاعتها بتكون ايه الأزهار آآ صفق آآ مستقيمة ضب عليك ممتاز لأصدية مستقيمة ما عنده سؤال تفضل يا محمد هو نسل بطيس مش حضرتك بتقولي اللي هي بتزرعها تحت التربة البطاطس آآ بس تقام بتاعتها بتبقى تحت التربة مالها البطاطس بقى بيطلعها ازاي من تحت التربة عادي بيرفو يطلعوها محمد ممكن تتكسر تتكسر لا مش تتكسر ولا حيك يا محمد ده يعني مش موجود على عمك كبير يا محمد يعني حفرها مش بياخد حاجة كبيرة دي استنى جيب لك شكلة اهي طب يعني هتلاقيها بسهولة يعني مش بحتاجها حاجات كبيرة عشان نحفر تحت الأرض واللقين اهي بسها تحت مش تحت قوي يعني اهي مش كل سهولة يا محمد مش بيحتاجوا يحفروا يعني بكمية كبيرة زي ما انت فيك اهي اهي دي سوقتين نجيها يا محمد هي لما استيقون بيتعيدها تحض أرض عشان كده بيبقى فيها طيل اهي طيب بعد كده نجي كمان نسأل في حاجة دي نسا مزقلناش فيها اسأل نور فتح يا نور نور فتحي المايك او فتح المايك نعمس طيب اه كنت هسأل عن الاشجار والشجيرات السك بتاعتها ايه سك خشبية بروف سؤال كمان الحمزة الحمزة النبات البطاطس سيكون بتاعت اسمها ايه بين حمزة ستح المايك يا حمزة سيكون نبات البطاطس اسمها ايه يا حمزة ايه يا حمزة ايه يا حمزة مايش سيكون نبات العنب اسمها ايه آآ سارقة متسلقة شاطر يا حمزة بروف عليك طيب اه امنية صوبر سيكون نبات البطاطس يا امنية صوبر بتكون اسمها ايه امنية افتح سقان الدرانة الدرانات او الدرانة بروف عليك شاطورة طيب ممكن ناخد الاوراق اخر حاجة ونختم بالاوراق بقى احنا كده خدنا الاجزاء الرأسية للنبات خدنا الجزر الساق هختم النهاردة بالاوراق ايه الاوراق دي؟ الاوراق انت كنت اخدت قبل كده فاول اسبوع تقريبا اخدتوا ان الاوراق هي المكان اللي بيتصنع فيه غزاء النبات هو المكان اللي بيتم فيه عملية البناء الضوئي دي انتو عرفتوه من اول حسنه عرفتو ان الاوراق هو المكان اللي بيتصنع فيه غزاء النبات هو المكان اللي بيتم فيه عملية البناء الضوئي الأوراق حعرفين الوراء دي خواها أول حاجة ستقولك أن الأوراق دي فيها الحاجة اسمها الكلوروفيل الكلوروفيل دي عبار انه الكلوروفيل هو المzet средis السوراء يul plastik أعلم ي avanzar ما هي الكلاوروفيل الكلوروفيل هو المتعلى النبات لونه الأهضر مش بس دي كده ده بيساعد على امتصاص ضوء الشمس تاني أولا احنا عرفنا ان النبات بيصنع غزاقه بنفسه من خلال عملية اسمها البناء الضوئي وأخدتوها بأول حسن طيب النبات عشان يعمل البناء الضوئي فهو محتاج للشمس بيمتص الضوء من الشمس طب مين بقى اللي في الورقة بيمتص الضوء من الشمس الكلوروفيل بيمتص الضوء الشمس وهو اللي بيدي النبات اللون الأخضر خلي بالك منه عشان بتتقرر كتير جدا يبقى الكلوروفيل هو اللي بيدي النبات اللون الأخضر وهو كمان اللي بيمتص الضوء الشمس في حاجة كمان عايزة أقولها لك عرف الورقة دي بيبقى فيها فتحات صغيرة جدا 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 انت مش بتشوفها اسمها ايه الفتحات دي؟ اسمها الصغور عبارة عن فتحات صغير قوي 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 هنا كده اسمها ايه الفتحات دي؟ اسمها الصغور دي اللي بتسمح بمرور الهواء هي اللي بتسمح ان ثاني اكسيد الكربون يدخل للنبات تاني مش احنا كنا خبنا في الجناء الضوئي ان النبات محتاج للهواء تاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء عشان يعمل البناء الضوئي؟ طيب بيدخل ازاي جوا النبات ساني اكسيد الكربون؟ من خلال الصغور وت Miguel Levin من خلالها هيعمل ساني اكسيد الكربون بيدخل جوا النبات انه اимиه الصغور دي ان الدكسان سيلا تسمح بمرور ساني اكسيد الكربون النبات يبقى الكلوروفيل يمتصده الشمس وهو اللي بيدي النبات اللون الأخضر الورقة فيها فتحات صغيرة اسمها الصغور فيها اللي بتسمح النساني أكسيد الكربون اللي النبات ما يحتاجه يدخل جواه خلي بالك الأوراق دي هي كمان لها أشكال مش كل النباتات اللي في الدنيا لها نفس الأوراق لا فيه أشكال مختلفة ليه فيه أنواع من الأوراق فيه أوراق صغيرة كده استنى خمسة شبه الإبر بصوا شكلها كده أوراق صغيرة شبه الإبر دي بتبقى صغيرة زي الأوراق اللي موجودة في شجرة السنوبة أجيب لك شكلها كده ونشوفها اسمها بصوا كده شكلها استنى خمسة أهي دي أوراق شجرة السنوبة شايف الأوراق هنا صغيرة قوي شبه الإبر أهي دي أوراق يبقى شجر السنوبة الأوراق بتاعته صغيرة شبه الإبر هل كل الأوراق كده لا؟ فيه أوراق تانية بتكون مسطحة وعريضة وكبيرة أهي زي دي أوراق مسطحة وعريضة وعريضة زي نبات الموز تعال أوريك شكل أوراق نبات الموز شايف الوراق قد إيه؟ بص شكل الوراق كبير ازاي؟ يبقى الأوراق في منها أنواع فيه أوراق صغيرة زي الإبر فيه أوراق تانية كبيرة زي نبات الموز تبقى عريضة وكبيرة كده ومسطحة بس دي سنة خمسة وأنا كده هقف لحد يدى النهاردة خدت الجزور الساب والأوراق أي حد فيه توجز كده كده الحصة هتنزل على طول يعني على التليكريم وبإذن الله لما نبدأ فيه الدراسة كل الكلام ده هيتعاد تاني إبقى أنا أخدت النهاردة الجزور والساق والأوراق ماشي يا جانس فضل يا جانس احنا كده خلصنا قول يا جانس أيضا يامي طرف الأوراق نفسها الأوراق نفسها فيها فتوحات